ايه يعني مثلا انا لو قررت ان انا قاعد اعمل التمرين ده انا هبتدي حس ان هو بيعمل حاجة معينة اعملي عشر مرات عشر مرات وربعة عشر مرات وانت قاعدة في هدوء كده هتلاقي نفسك مكملة يعني تقوليني انت بقى يا كارما انت ايه اللي خلاكي تدخلي في موضوع اليوغا وانت شكلك صغير جدا فمش متخيلة مدربة ومعتمدة ومش عرفة كم ساعة حاجات كتير عقوي كده فايه اللي خلاكي اصلا ترتجي الموضوع اليوغا كنت بحضر معاها فكنت بحب الاحساس بعد الكلاس قوي فضلت فترة كبيرة يعني انا عملت شتراك سنة كاملة في الجم عشان بس احضر يوغا كلاسز بس بعدها هي غالبا سافرت او اتجوزت فجابوا واحدة تانية مش حاسة بنفس الاحساس بعدها فضلت في البيت فترة بقيت بشوف فيديوز بقرأ عن اليوغا بذاكرها كأني بالضبط باخد كورس او بذاكر حاجة يعني هاخد فيها شهادة وانا ما كنتش لسا اصلا اعرف ان فيه كورس يوغا ممكن تأهني ان انا بقى يوغا تيتشر مدرسة يوغا او بالضبط فكنت بشتغل على نفسي وبدأت كل يوم كل يوم بعمل يوغا في البيت وخلاص بقى بعدها رحت اخدت كورس خمسين ساعة او قبل ما اخد الكورس الخمسين ساعة انا كنت الجم اللي انا كنت بروحه كنت بستأذن صاحبة الجم واخد المات بتاعتي واروح فيه روم كده بيعملوا فيها يوغا بستأذن او قولها ممكن اطلع استخدم الاوغا اعمل اليوغا الواحدة مع نفسي فكنت بقى بقفل النور بعمل اضاءة معينة بشغل مزيكة معينة وبس معها وانا بعمل يوغا فهي جات من بره شافتني تقريبا وفضلت وقفة طول الوقت اللي انا بعمل فيه يوغا بتتفرج عليها وبس فبعدها لقيتها بتقول لي انتي هايلة وانتي بتعملي يوغا قلت لها بجال تانكيو يعني راحت بتقول لي ايه رأيك تعملي كلاسز يوغا في الجام قلت لها اكيد لا انا مش معايش هادة وانا مش درسة انا اوه يعني ممكن ابقى فهمة بس مقدرش ان انا اتحكم في ناس وخليهم قدامي بعمل لهم يوغا كلاس يعني قالت لي جرابي فقلت لها لأ فبعدها جات كلمتني بعدها في فترة قالت لي بصي انا حطتك قدام الامر الواقع وانا عملت اعلان ان انتي هتيجي تعملي يوغا كلاس بكرا فبصراحة انا خفت جدا قعدت اصلي استخارة وادعي اللي هو قدامي ارواح وقدامي اجسام ناس يعني انا مش عارفة هعمل ايه بصراحة راحت عملت الكلاس والناس كلها بعد الكلاس كانوا مبسوطين قوي ولقيت ان هم كتبوا بعد الكلاس كل واحد كتب كومنت كده اللي هم مبسوطين قوي اوه وبعد الكلاس في حضن كده الناس جاية تحضني ومبسوطة ده بجد يعني خلاني مبسوطة قوي وفرحانة بحاجة زي كده يعني ان انا قدرت اساعد الناس دي فبعدها فقلت مش ينفع ان انا افضل اكمل في حاجة وانا مش درسها اخذ عدد الساعد بتاعتي عشان اكون معطة وانا مش درسها بدأت في خمسين ساعة وبعد كده اخذت كورس متين ساعة وابتديت برحلة احلى حاجة في الدنيا ان الواحد يلاقي ناس بتعمل حاجات هم بيحبوها وفي الاخر تتحول لمهنة بتاعتهم بتساعد بيها نفسها وغيرها اوه يعني انا حاسة ان اليوجا هي اللي نادتني مشانا اللي روحت لها يعني انا كان مستحيل افكر ان انا ادرسها ودرس لناس